كاتب والباحث الشؤون الإسرائيلية سيد وائل مساء الخير اليوم الحادي وتسعين على التوالي لهذه الحرب دخلنا الشهر الرابع ما الذي رصدته لنا اليوم إسرائيلية؟ أهلا بك عزيزي والمشاهدين أهلا بك طبعا هناك مشكلة كبيرة كانت فجر اليوم عمليا فيها الحكومة ولكن قبل أن نأتي عليها لأن أغلب الإعلام مهتم فيها كثيرا اليوم نأتي على مقال نشر اليوم في صحيفة يدعوت أحرنوت عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا خلال الحرب يقول المقال حسب أرقام الجيش من أصيبهم 2300 جندي ولكن المحر العسكر ليدعوت يوسيو شوع أفهد بأن العدد أعلى بكثير هذا الكلام سبقوه عليه تتذكره في صحيفة آرتس قبل حوالي شهر ونص ولكن كلنا كلما ابتعدنا عن السابع من أكتوبر هناك حقائق أو على الأقل أصوات لم تكن تجرؤ في البداية أن تتحدث إلا أن تقول ما لديها رواينا رواينا يقول بأنه سأل في المستشفيات وعند جمعيات ومؤسسات تعنا في قضايا الجرحة والحديث عن أكتر من 12500 جندي سيعترف بهم الجيش هذا ليس عدد المصابين هذول المصابين اللي رح يعترف فيهن الجيش بينين أصحاب إعاقة بسبب حرب رح يأخذوا تبرعات أو مش تبرعاتي مخصصات من الدولة كل حياتي الطلبات اللي سحتقدم لإسرائيل من جنود حوالي 20 ألف طلب من جنود أصيبوا إما جسديا أو نفسيا أو أثنين ما بعض وأشار أنه مسجل شعبة تأهيل الجنود المعاقين بيحكي أنه في كل إسرائيل في 60 ألف معاق 5000 منهم فقط في السابع من أكتوبر 3400 جندي معاق تبدو إصابتهم جدية شوي طبعا هاي بيحكي بس عن الجنود غير المواطنين اللي أصيبوا هذولا الجداد لقسها مسجل 5000 وبالمحصر بتوقعوا أنه يزيد العدد من 20 ألف جندي رح يطلبوا إعاقة دائمة ظاهرة ملفتة بمستشفى ومستشفى شيبة في مركز البلاد عم تتوسع الظاهرة فيه جنود برفضوا يروحوا من المستشفى عبيوتهم ليه؟ فيه هناك حاضنة شعبية وتبرعات ومساعدات وجمعيات ومنظبات عم تعطيهم المساعدات يتواجد إلى جانبهم وليس يروحوا أردار يخسر كل هذا الدفئ والدعم المعنوي والهدايا وهي فبدنا نظلم بالمستشفى من هذه المعلومات إلى الفيديو الأول